لم تعين وسائل أعلام لبنان في قلم المحكمة الدولية ولن نكون في أي حال غرفة من غرفها ولسنا من هوات التحول إلى باش كاتب عند محكمة دولية تملأ فراغها بالقرارات غير المناسبة حكم لهاي يضرب صحافة بيروت ويحولها إلى وكالة أنباء تردد ما ينطق به قضاة المحكمة الدولية والحكم من لهاي قضى بإعلان الحرب على إعلام لبنان وإسكاته واعتقاله ضمن مساحة ضيقة ممنوع عليه النشر أو التسريبات أو العرض حفاظاً وستراً للعرض وبمجب الفرمان الدولي فإن على الإعلام أن يكتفي بما يرده من أخبار صادرة عن المحكمة من دون تعليق حتى لو أوردوا أرقاماً هاتفية خطأ أو مركبة أو استندوا إلى دلائل مصابة بالتهابات مزمنة في التضليل إن احترمناهم ولم نقل الكذب المحكمة الدولية تحاصر إعلام لبنان وتفوض إلى السلطات المحلية إنذارنا بعدم النشر وتمنع عنا الاستناد إلى التسريبات ولكن هل ارتكبت المحكمة أي مبادرة وأطلقت دحثاً جاداً في الطرف المسرب فمحكمتكم ام مخبار ولديكم أصحاب فضيلة من الثرثارين والمسربين الذين يندى لهم الجبين هل حققتم في الأوراق الصادرة والمطبوعة ربما في مكاتبكم هل كانت أوراق الشهود صحيحة أم مزورة هل أخطأنا في حيازتها أم أنتم أخطأتم في تسريبها سدوا نوافذكم قبل إغلاق الأبواب الإعلامية وفتشوا موظفيكم قلماً قلمة وغرفة غرفة وامنعوا المتاجرة من داخل لهاي قبل أن تحرد مؤسساتنا الوطنية علينا لكن سلطتنا أدربنا وتعلم ملياً أن ما من ملف فتحناه يتصل بالمحكمة الدولية إلا وكانت أيدينا تمسك بالدليل ومن هنا فإن المجلس الوطني للأعلام أدى دوراً يحسب له في رفض الإملاءات الدولية وفي عدم تطبيق القرار الاتهامي الأعلامي الاعتباطي وللبحث صلة تجاه محكمة نصرف عليها فتمنعنا من التصرف عاجزة عن سوق المتهمين المفترضين فترفه نفسها بضرب الصحفيين لكن ستبقى يدنا على زند الحبر وعدستنا في قلب الخبر وهذه المرة النشر لن يكون من المحرمات الدولية القرائعة 2 إنما في زمن مختلف ونازحين مختلفين وسماسر مغايرين تغير اسم القريعة وحضرة الجميلية أرض على مرمى عبر وتفصل الجنوب عن لبنان يشتريها رجل من دار الفتوى لإقامة مخيمات للنازحين فيها فمن هو الراعي الرسمي لهذا المشروع؟ فلنقص الشريط إعلامياً